اشتركوا في القناة نينوية كنيا الدولي في مدينة مانيلا الى مطار شينغاي الدولي في سنغفورة على ارتفاع 39 القدم بطاق سواقعي كذلك تم اضافة الصوتيات على المحرك وكذلك تغيير الصوات في الكوبكيد يلا ما راح نطول عليكم اذا لقيت هذا المحتوى جيد لا تنسى تعطيني لايك وتعمل نشر للقناة للمهتمين محاكم ضيارات وتفعيل جرس اذا كنتم منفعلا لتصرق اشعارات القناة عند نزول اي فيديو يلا بسم الله خلونا نبدأ طيب الان انا في الخارطة راح نحدد مطار نينوي كنيا الدولي في مانيلا هذا المطار طبعا هذه خارطة الورلد ماب وهذا مطار شينغاي الدولي في سنغفورة طبعا هنا راح نختار هاي ألتاتيوت ايرويز راح نحدد الديبارتشر او البواب اول هذا الباركينغ الديبارتشر من هنا طيب راح نطلع على رانوي 24 اختار السد هذا السد تمام ممتاز هذا المسار هذا المسار مدة ثلاث ساعات 1300 و 7 ميل جوي الى مطار شينغاي الدولي في سنغفورة نزولا على رانوي 20 سي راح نختار الائلس 20 سي فخلاص هنا اوكي نمور هنا نختار طائرة طبعا انا مختار صبقة الخطوض اللي هي السنغفورية هذه الطائرات اللي عندي موجودة طيبين ملتيبلاير خليتها off و لير ترافك خليتها live ترافك والوذا بريس هنا نختار التايم احب يعني رحلات الفجر جدا جميلة عشرق الشمس اخليها الساعة خمسة يلا خمسة وعشر كويس طيب دقيقة نسينا هنا نحدد الارتفاع الرحلة كنا ارتفاع الرحلة 39 الف قدم ناحظ المسار كيف هنا الكروز مرحلة الديسنت سول المطار شينكاي طيب خلاص نختار فلاي هذا مطار نينوي كونيا الدولي في مدينة مانيلا الفلبين طبعاً هذا المطار يعتبر إضافة فليس أساسي في المحاكي مطار احضف كيف الديتائل واضح البربات مباني مباني مجموعة طيب هذه الطائرة سنغافورية البطور Nada 7 単さة كوبكيت هذا الكوبكت، كولدن دارك وضع الضنام راح نبدأ عملية التشغيل الآن ملاحظوا كيف الأصوات تغيرت بالكوبكت عن السابق أول ما نبدأ باتري ملاحظوا الأصوات كيف تغيرت باتري ماستر آن سكندري سيتر باور آن بيرمري ملاحظوا الأصوات أمام؟ ملاحظة ملاحظة هذا يخص، تخص إضاءة البنل ملوغا ملاحظة 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 الملاحظة ملاحظة الملاحظة ملاحظة أعضنا ملاحظة أعطان أعضنا أعضنا ملاحظة الملاحظة تموم? ونحظة يقلب هذه الزرار تخص الإضاءة كذلك طيب نفعل فعل طيب نطلب الآن خدمة اللي هي خدمة اللي هي بوشباك هيلبر فيها خدمات كثيرة يعني غير خدمة البوشباك فيها خدمة الجتوي ذلك الكارجو الأمرجنسي دور تبع نقلات تبع التمويل طيب أشوفها شكلها ما اشتغلت نحن أختارها من الاتجو تبع نقلات قمنا طيب هنا نختار نختار الباك هي حقا العفش كده الأمر تمام الآن طيب نحدد هنا الضغط الجوي نختار المتار R, P, L هذا رمز المطار هنا الضغط الجوي QNH 1-0-1-0 هذه الألاتات جدا ممتازة المتار نغليها لكم في صندوق الوصف طيب نروح إلى جهاز MFMC Position In It نختار المطار R, P, L هنا البوابة V2 وكذلك نختار المتار الأحداثية نرسقها في Set IRS Position بعدها Next Page هذا المطار وكذلك هذا المطار سيكفور وهذا يرقب الرحلة وهذا يرقب الرحلة وهذا رحلة G 750 Flight number طيب ننتقل الصفحة لبعدها طيب هذا الكوست ارتفاع الرحلة صحيح 390 هذا فرست نمت هنا صفحة تحديث تحديث ستحديث ستحديث تحديث سرعة الـ V1 و الـ V2 تحديث ستحديث تحديث ستحديث وكذلك الـ Runway تحديث مطار الوصول و الـ Start تحدد و الـ ILS وكذلك تحديث 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 في العدcción من مدينة لأنها بشكل صحيح لابد إار تحديث إلى وصل من الملكل ستحديث شكل مثلث نعمل ستيب تأكد من البروت الى موصل الى مطار الوصول هسا رجع الماب ورجع الرينك الى 10 طيب هذا عندك كذلك هدد هنا الى Q&H 1.0 0 هذا شارت يعني يعطينا كإضافة يعطي لابسة جمالية الطائرة طيب الآن شكل اشتغل الابيو يبيو جنرات هنا اشتغل الابيو اطلب عربة البوشباك حلاز بيو هاختاج اشتغل الابيو اعطى اطلب الابيو اصيل الابيو ازلت الابيو أصيل الابيو اصيل الابيو لاحظة لتنميز على الفيديو الذي ستظهر الآن شكرا شكرا لكم أمريكا لكم السلام عليكم شكرا لكم ومعرفة حسنًا ستارد 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 من هذه المحركة يمكن أن تحصل من هذه المحركة مرحبا أعطينا لكي تحصل لكي تحصل على تحصل ومعارفة ستارد 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 قِي ب,' حذرت ستارد ستارد سوف نقوم بسطولة في سطولة أو في المنزل ما سوف نحتاج الآن عربة البوشباك ولا أداة البوشباك هلبر طيب الآن باركين بريك نكمل تشغيل الأنجين 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 طيب الأنجين لفت أقرأ تلاحظوا أن الرحلة السابقة يعني فارق بصوت الأنجين والأزرار والأشياء كثيرة والكوكت والشياء كثيرة ركت المعي وستشغيل بمثل وإن هناك وإن هناك سواء متخلصة ومثل بسطولة تستطيع أن تضع المثل تضحكة المثل تضحكة المثل تضحكة المثل يجب بسطولة تضحك المثل وتضحكة المثل والله صراحة المطار جدا ومميز مدينة كذلك بعدين مرة شوح لاحظوا حتى هنا نعمل فلايت كنترول رادار والبيتشترين طيب الآن عندنا فلاب 10 تمام انجل لفتا انجل رايت وان كذلك ليبيو اوف ليبيو جانريت اوف طبعا شاق الرانوي لفتا الرايت تكسي لايت خلاص كذلك المور تمام إذا لم تكن تصل على هذا المورد سرعة 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 خلاص كذلك تمام قبل ان تستخدم الرايت تحضر أي سرعة سرعة تكسر على كل شيء من بعد يعطي التادمات تشرف حلائك لتاسع شغل الرايت تحضر وزرع تنتخدم الرايت سرعة على تداري لطيار 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 على طائرة 787 كذلك تغيرت فيها أصوات المحركات راح أشارككم كذلك بالإضافة تاريخها الأخير تاريخها الأخير تاريخها الأخير للصفرات إنجت إلى اتوانيك مطار مدينة مانيلا في أشياء كثيرة فيها تفاصيل تطلع هنا بطائرة الفيديكس وطائرة الـ DHL من المنطقة مرة جدا جميل يعني ما تعطي واقعية أكثر فأنصحكم يعني في المطار هذا تجربونا مصدرش نسعة تفاصيل مباني واضحة اتحركوا في الواقع مدينة رأس الأخير مصدر بسجارة سنغرب فتصف الأكثر من أحوال إنها سنغرب ما تحديث صراحة بعد التحديث الصوتيات صراحة جدا أعطاه واقعية أكثر توقع هذه الطائرات افتراضية في المطار يعني ما أعطيها ممسات جمالية واقعية أكثر في المطار طيب الآن وصلنا للرنوي طيب شقل الناف والبناف والاوتو بريك على الارتي او واللاندينك لايت صار صار وضع جميلة ، افتراضية سوى صار وطفت شاشات المترجم للإضاءة طبعا انا ادمجت الرحلة دي مع بعض المغتطفات برنامج الربلاي سبقا شرحت برنامج الربلاي جدا برنامج ممتاز يعطيك اكثر من منظور للطائرة يعطي جمال المحتوى طيب الان اوكي كدو الامور تمام استرامنا على الانوي اوكي اشترك اشترك موسيقى موسيقى 100 نوت V1 Rotate Landing gear up Flap position 5 Flap Perlai Flyn Flyn شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 لنبدأ للتقديم إلى سنقاطيين سنقاطي للعرض في السنقاطي الماضي في سنقاطي لدينا محرات عرضاً من الماضي ومع نظام بوضع موضوع 27 دقائم اشتركوا في القناة 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 طيب اشتركوا في القناة 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 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 30 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 31 32 31 32 32 في نهاية هذا المقطع لا يسعني إلا أشكركم على حسن المشاهدة و أي تعليقات أو الاستفسار اكتبوا لي تحت في الكومنترا أعرض عليكم جميع الإضافات راح تلقونها في الوصف والروابط المهمة إذا أعجبك محتوى القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة إذا كنت ممشترك فاعل جرس تنبيهات ليصلك إشعارات القناة شاكر ومقدر لدعمكم المتواصل ومحفز لي وأن التعليقات التي تصني منكم تاني لي الكثير باهتمامكم بالقناة وبمحتوها وأنا راح أبدل أصار جهدي في الأيام القادمة بأن أبقى عليكم بأي معلومات تخصها بالمحاكية وغيرها من المحاكيات ألتقي فيكم بحلقات قادمة إن شاء الله كاما معاكم خوكم خالد مع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة